استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وذلك خلال اجتماع عقده مع المسؤولين المعنيين وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية مشهددا على أن مخطط التطوير يحافظ على طابع المميز لتراث هذه المنطقة وطلع مدبولي على المقترحات التي تتضمن وضع مخطط تطوير لدعم حركة السياحة مع إيجاد شبكة محاور خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية بالإضافة إلى الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية